بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله في الفيديو ده كالعادة بنجاب لسؤالنا اللي حطنا على صفحة الفيسبوك السؤال بتاعنا النهاردة هواخد شكل الاعتاب دوانا اللي بنتكلم عنه النهاردة بيعتبني بنقولي بها دخل علي يمت دايق وزعلان انا تسيح لي وسط العيال والخلان ايه يعني على المعدة اتعبها شوية واتجيب حرقان او لا قدر الله بسبب ممكن تحصل قرحة كمان انت نسيت انا مين انا اللي مجد يعقوب عني ما يستغنى وطبيبت النساء جفنها ما ينام الا لما تعرف اني عن رفي موجود ومتخزن كمان طبعا الدواء بتاعنا اندوميثاسين اشكاله المعروفة الدواء طبعا معروف انه من اقدم المسكنات تقريبا في سنة 1963 تم انتاجه ايه بقى القصة بتاعته الاندوميثاسين دي من اقوى المسكنات كل ما كان قوي يعني سيشتغل على مين اكتر سيشتغل على بروسا جلندن اتفقنا ان المسكنات بتعمل ايه بتعمل انهيبشن تصبيط لحاجة اسمها البروسا جلندن البروسا جلندن دي اتفقنا قبل كده انه ليها فيسيولوجيكال افكت يعني ليها حاجات مهمة جدا في جسمنا كفيسيولوجي وبتطلع اثناء الالتهابات كانفلامترو ميدييتور وهي اللي بيشتغل عليها المسكنات كفيسيولوجيكال هي موجودة فين موجودة في المعدة على سبيل المثال في المعدة وده طبعا بتعمل بتشترك مع بعض المواد الاخرى في تكوين بطوانة المعدة يبانا لما ادي دواء الدواء دي يكون قوي جدا على البروسا جلندن هيكون اثره السلبي قوي جدا على مين؟ على المعدة يبانا من اكتر الحاجات اللي ممكن تعمل قرحة معده نفس الكلام بالنسبة للكلة الكلة لو هي طبعا هنا متفقين ان الكلة عندنا محتاجة البروسا جلندن عشان بيعمل حاجة اسمها فاصل الهيليتيشن بيوسع الاواء الدموية وتشتغل مزبوط والدم اللي هو يصل لها مزبوط وشتغل زي الفل طب لما انت بتعمل انهيبشن للكلام ده بشكل قوي تثبيط للمواد ده بشكل قوي ببعا هتأثر على حول الكلاة بشكل اخر دي كده الاسهار اللي احنا عارفينها ومع ذلك تبقى حاجتين للاندوميسازين في منتهى الاهمية حاجة بالنسبة للقلب وهي حاجة معده كاترة النسبة بالنسبة للقلب اين اللي بيحصل؟ واحنا اجلنا في قناة كده اسمها داكتوس ارتريوزاس القناة تبقى وصلة كده بين الاورطة اللي هو الشوريان المعروف والشوريان الرئوي اللي هو البلمونري ارتري بيدون الدخول في تفاصيل المهم يعني القناة دي بكلها لازمة بمجرد بحنا بنتولد القناة دي تقفل ولو ما تقفلتش فالانسان ساعدتها الدكتور بيعرفه على طول بيشوف شكله كده بيحصل له سيانوز كده زرقان بقى وبينهج وحاجات كده يعني بتبقى الحالة ساعدتها بالنسبة للطبيب الاطفال بيشوفه دي يقولك لا دا عنده المرض اللي بيكون معروف بقى ساعدتها بتقوله والله القناة ما تقفلتش المرضى باسمه ايه بقى؟ بيتنت داكتوس ارتريوزاس قولنا داكتوس ارتريوزاس دي القناة وبيتنت يعني مفتوحة يعني اقوله والله دا القناة ديت مفتوحة عنده لازم تتقفل بتتقفل ازاي؟ بعملية جراحية دي لازم عشان كده قولنا مين؟ قولنا الدكتور مجد يا عقوب من الحاجات بقى اللي بتساعد جدا قبل عملية التعمل وتساعد في قفل القناة دي المادة بتاعتنا اللي هي الاندوميسيزين دي اقوى مادة جربت وهي بتشتغل على الشغلانة دي ايه السبب؟ السبب ان بالنسبان هنا اللي بيعمل الفتح دا يخليها مفتوحة اللي هي البروستجلندن اللي كان لي وظيفة واحنا اجلنا طب احنا خلاص اتولدنا تمام كده لازم تتقفل وهي مفتوحة البروستجلندن شغال وهي مقفولة مين بقى اللي هيقفلها ايه اكتر حاجة زي ما اتفقنا الاندوميسيزين عشان هو اكتر حاجة شغالة على الايه؟ على البروستجلندن اقوى حاجة تمام؟ يبقى عارفنا كده الموضوع بالنسبة للقلب؟ طيب بالنسبة بالموضوع النساء نفس القصة برضو احنا اتفقنا ان دلوقتي اكتر حاجة بيتشتغل على البروستجلندن مين؟ هو الاندوميسيزين طيب سيدة وهي حامل لو حصل انقباضات في عضلة الرحم السابب الرئيسي هنا بيكون مين؟ بيكون البروستجلندن بيكون البروستجلندن ده بيكون مهم بالنسبة لساعة الولادة طيب ادلوقتي لو واحدة المفروضة اتنا خايفين انها تولد بدري يعني بتبقى بريترم فساعتها بيدوا الدكتورة بتاعت النساء بتروح من الديامين بتدي الاندوميسيزين كاحد الابشنز مش هو الوحيد للامانة بس هو احد الابشنز المعروفة من زمان كهيستوريكالي ويشغل مظبوط ومعروف خالص ويجيب نتائج طبعا ممتازة جدا الحاجة المهمة بس هنا اللي هو لما بيتاخد في حالة البروستجل يعني الخوف من الولادة الموكرة بيكون الاستخدام يومين او ثلاثة بس ليه بقى؟ عشان يكون خايفين ان هو ممكن ساعاتها يقفل يقفل الدكتوس ارتريوزوس وساعاتها مش مطلوب يعني هو لسه جنين احنا اتفعنا هو جنين مطلوب تمام كده؟ لو اتقفلت وهو جنين دي مشكلة ممكن تعمله اختناق تمام كده؟ فكل حاجة يا اخوانا بايه سبحان الله بيقدر نلتق ان شاء الله بكرا في الفيديو بتاعنا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة